موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم التقى فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس فرج البحسني رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة محمد شيع السوداني وذلك على همشي مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في البلدين الشقيقين والعلاقات الثنائية العريقة وسبول الدفع بها إلى آفاق أرحب وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم تقديره لمكانة العراق وأهمية تعزيز دوره الفاعل في المنظومة العربية وتبادل الرؤى والأفكار في مواجهة التحديات المشتركة على مختلف الأصعدة التقى فخمة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس فراج البحسني في مدينة ميونخ الألمانية وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن وذلك على همشي اجتماعات مؤتمر الأمن الدولي التاسع والخمسين أجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات المحلية والجهود المنسقة مع الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في بلادنا وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وأشاد فخمة الرئيس بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين والموقف الأمريكي الثابت إلى جانب القضية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات قال فخمة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن اليمن بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي للسعادة الأمن والاستقرار وجلب الميليشيات الحثية الإرهابية إلى طاولة المفاوضات وأكد فخمة الرئيس أن الشعب اليمني لن يمل ولن يكل في مقاومته من أجل التخلص من كابوس الميليشيات الحثية الإرهابية ومشروعها التخريبي المدعوم من النظام الإيراني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وخصوصا القرار 22-16 حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني من تصاعد مخاطر الألغام التي زرعتها ميليشيات الحثي الإرهابية تابعة لإيران بشكل عشوائي في المدن والقرى والأحياة السكنية وضحى الإيرياني ارتفاع حوادث الألغام وأعداد ضحاياها المدنيين بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي وآخرها مقتل ثلاث أطفال أثناء سيرهم في طريق فرعي إلى ملعب كرة قدم في محيس بمحافظة الحديدة وآلافت الإيرياني إلى أن ميليشيات الحثي الإرهابية قامت بزراعة مئات الألاف من الألغام في الأحياء السكنية دون تفريق بين هدف مدني وعسكري في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل أكثر من سبعين محطة كهرباء في أنحاء الجمهورية وكان في استقبال الدفعة وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس ووكيل وزارة الكهرباء الطاقة عبد الحاكم فاضل ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن أحمد مدخلي تأتي المنحة النفطية الجديدة تأكيدا على حرص الأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعم ومساندة اليمن واليمنيين وامتدادا للمنح السابق بإجمال أربعة مليارات ومائتي مليون دولار أمريكي لدعم القطاعات الخدمية والاقتصادية والتنموية انتهى الموجز وفي أمان الله موسيقى